مرحبا جايز اليوم ريح اعطيكم معلومات بدفيدكم الدرس الشكل الرباعي والمعين فخلينا مع بعضا نشوف شوية هذه المعلومات اول اشي الشكل الرباعي هو شكل هندسي مغلق يتكون من اربعة اضلاء مزموعة قياسات المهو 380 درجة مزموعة قياسات الشكل الرباعي 360 درجة قطران مستطيل المتساوية قطران مستطيل ينصف كل منهما الاخر قطران مستطيل غير متعامدان ما هو القطر القطر هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متتاليين القطران في المربع متساويان القطران في المربع كل منهما الاخر. القطران في المربع متعامدة. زوايا المربع قوائم قطران مربع متساويان في الطول. جميع اضلاع المربع متساوية. محيط المربع يساوي اربع درط طول الضلع. اما مساحة المربع تساوي طول الضلع ضرب نفسه. مساحة المستطيل تساوي طول درب العرض. اما محيط المستطيل يساوي اثنان زادة طول ضرب العرض. القطران في المعين ينصفها الزوايا. وهلأ راح ننتقل لخصائص المعين. كل الضلع المتقابلين في المعين متزاويان ومتساويان في الطول. كل زاويتان متقابلتان متساويتان. ينصر قطران معين كل منهما الاخر. جميع اضلاع المربع جميع اضلاع المعين متساوية. قطران المعين متعامدان وينصف كل منهما الاخر. وقطران معين منصفها الزوايا. كل مستطيل هو شكل رباعي. كل مربع معين وليس كل معين مربع. كل مربع مستطيل مش كل مستطيل مربع. وبهايك اعطيتكم معلومات بتفيدكم بشكل اللباعي وبالمعين. وحب احبت لكم انه اليوم علي امتحان الرياضيات. ادعووا لي اني اجيب علىها مكاملة. وبس بحبكم كتير. يا احلى متابعين. اشتركوا في القناة